إدراج ارتباط تشعبي في برنامج مايكروسوفت وورد هو موضوع حلقة اليوم أهلا وسهلا بجميع متابعي قناة عربيتك معكم المهندس سياسي نسماعي بداية نحن عن الارتباط التشعبي يقتضي على مثلا جزء من الكلام لما نضغط عليه ننتقل إلى مكان آخر سواء كان هذا المكان على جهاز الحاسوب أو موقع ويب لذلك رح نقوم بالتعرف على جميع هذه التفاصيل خطوي بخطوي بداية انت بتقوم بتحديد الكلام اللي بدك لما ينضغط عليه يتم الانتقال لمكان آخر بهذا الشكل ومن ثم ننتقل إلى خيار إدراج من هون نختار خيار ارتباط لما نضغط عليه تظهر لنا مجموعة من الخيارات الآن رح ابدأ بتوضيح كيفية الانتقال إلى موقع ويب الخيار الأول هو عبارة عن المكان اللي بدك تنتقل عليه وهو موجود على الانترنت فرح اذهب إلى قناة عربيتك ورح قوم بنسخ الرابط بهذه الطريقة ومن ثم وضعه في هذا المكان وضغط على زر موافق الآن رح يتحول لون الكلام من اللون الأسود إلى اللون الأزرق ومن ثم بتمرير الفارة فوق رح يظهر لك الرابط اللي انت حطت إذا ضغطت على زر كونترول ومن ثم ضغطت على هذا الرابط رح تنتقل إلى الصفحة اللي انت حدتها قد تكون هذه الصفحة يوتيوب أو فيسبوك أو أي موقع موجود على الانترنت يعني انت لك الحرية الكاملة في وضع الرابط اللي بدك ياه الآن رح نرجع شوي ومن ثم نزيل هذا الارطباط رح قوم بتحديده بهذا الشكل اضغط على خيار ارتباط ومن ثم ازالة الارطباط أو عن طريق الضغط على هذه الايقوني مثل ما نكون شايفين موضح عليها اشارة النيت ومن ثم مكبرت البحث رح تنتقل تلقائيا إلى متصفح جوجل كروم وتبحث عن الشيء اللي بدك ياه وتأخذ رابطه بطريقة مشابهة وتوضعه في هذا المكان والآن بالنسبة لخيار تلميح الشاشي فهو عبارة عن النص اللي بده يطلع لك لما تمرر الفقرة فوق الارطباط فرح قوم بوضع رابط قناتنا على رابطك ووضع تلميح الشاشي على موقع ويب بهذا الشكل وبالضغط على زر موافق وتمرير الفقرة منلاحظ انه تم كتابة كلمة موقع ويب بدلا من الرابط اللي شفناها من شوي هي في حال حابب انت تأخفي الروابط الآن لو ضغطنا على زر ارتباط فيك تنتقل الى مجلد اخر موجود على جهاز الحاسوب انا عندي على سطح المكتب بنشأ مجلد اخر اسمه مرحبا بكم رح انلاحظ انه هذا هو فبدي انتقل عليه بمجرد الضغط على كلمة عربة تك فرح قوم بتحديده بهذا الشكل واضغط على زر ارتباط ومن ثم من خيار المجلد الحالي رح حدد الملف في الهدف ومن ثم اضغط على موافق الآن بتضغط على زر كنترول ومن ثم تحديد الكلام بهذا الشكل رح يفتح معنا المجلد اللي اسمه مرحبا بكم وفيه كلام مرحبا بكم من جديد الآن بالعودة الى هذه الكلمة رح قوم بتحديده ايضا والذهب الى ارتباط فيك تقوم بتحديد مسارات على جهاز الحاسوب يعني مثلا اي مسار من هون بتضغط عليه ومن ثم تضغط على زر موافق بهذا الشكل فرح تنتقل عليه الآن انا في حال عندي ملف موجود على جهاز الكمبيوتر ضمن المستندات هو عبارة عن ملف نصي بهذا الشكل بدي انتقل عليه عند الضغط على هذا الكلام بكل بساطة رح حدده ومن ثم من خيار ارتباط رح احزف الكلام القديم ومن ثم اضغط على خيار الملف الموضح من هون وقوم بالانتقال الى المكان اللي شفناه من شوي او تذهب الى المجلد الحالي ومن ثم تضغط على هذه الايقوني او هذا المكان بهذا الشكل انت بتقوم بتحديد مكان المجلد او الملف اللي بدك تنتقل اليه فانا ملفي موجود ضمن الكمبيوتر الشخصي ومن ثم المستندات بهذا الشكل ملف مرحبا بكم والضغط على زر موافق والان بمجرد الضغط على زر كنترول وتحديد الكلام ومن ثم الضغط عليه رح يفتح لك الملف بهذا الشكل طبعا هذه الخيارات اللي شفناها من شوي لما حددنا الكلام بهذا الشكل وضغطنا على ارتباط هي عبارة عن المسارات اللي انا كنت مشتغل علي قبل او حتى اخر الملفات اللي انا فتحت الخيار الثاني هو عبارة عن مكان ضمن هذا المستند فرضا انت عندك بحث طويل وبدك تنتقل من بدايته الى نهايته بكبسة زر منلاحظ انه في عنا ثلاث خيارات اما تنتقل الى اعلى المستند في حال كنت انت بالاسفل او تنتقل الى عنوين موجودة بهذا المستند او اشارات مرجعية فانا رح قوم بالذهاب الى نهاية هذا المستند وقوم بوضع كلمة رابط قناتنا على يوتيوب بهذا الشكل الان رح قوم بتحديد هذا الكلام وتحويله الى عنوان من خيار الشريط الرئيسي ومن ثم هذه الخيارات الموضحة هون في عنا مجموعة من الخيارات انت بتمرير الفأر امام الخيار اللي بدك ياهب يظهر معك شكله بهذا الشكل رح اختار العنوان الاول ورح ارجع الى هذا الكلام ومن ثم تحديده قوم بادراج ارتباط لنص اللي حكينا عنه مني شوي ومنلاحظ انه ظهر عنا بهذا الشكل ضمن خيار العنوان بالضغط على يوام ثم موافق فرح يتم الانتقال بمجرد الضغط على هذا الزر بعد ضغط زر كنترول طبعا رح ننتقل الى نهاية المستند مثل ما نكون شايفين طبعا مشرط يكون نهاية المستند ممكن يكون اي فقرة ضمن البحث اللي انت فيه الان في عنا الخيار التاني واللي هو الاشارة المرجعية رح قوم بتحديد الكلام ومن ثم من خيار ادراج نفسه رح اضغط على اشارة مرجعية بتحط هون اسم الاشارة المرجعية ولكن لازم تنتبه انت في حال حطيت فراغض من اسم الاشارة المرجعية ما رح يقبله برنامج وورد فانت شبت هون بتحط اي كلام اما بتخلي الكلام ملزوق ببعضه او تضغط على شفت ومن ثم زر الناقص لحتى توضع اشارة الاندرسكور فانا رح سميه الاشارة المرجعية واحد اضغط على اضافي ومن ثم بالعودة الى الكلام السابق وتحديد الكلمة اللي بدك تضفل رابط تشعب ومن زر ارتباط ما كان في هذا المستند منلاحظ انه تمت اضافة الاشارة المرجعية علما انه هي نفسه العنوان منحد الدوم اضغط على موافق ومنلاحظ سواء انه احنا ما عم نقوم باي عملية حفظ للمستند كل التعديلات عم بتتم اول باول رح اضغط على زر كونترول اضغط على عربتك رح ننتقل لهذه الاشارة والان الخيار الثالث بيقتضي على انك تنشئ مجلد جديد ومن ثم تنتقل عليه من هذا الخيار انشاء مستند جديد رح خوم بتسمية المستند مثلا مستند جديد بهذا الشكل وبتحدد له مساره من هذا المكان فيك تختار اي مسار على جهاز الكمبيوتر ولكن انا رح حطه على سطح المكتب فيك تحدد لاحقته اللي بدك ياها مثلا انا رح خوم بتحديد اللاحقة الى ملف دوكس يعني دوكومين بهذا الشكل واضغط على زر موافق الان عند الضغط على كلمة عربتك رح ننتقل الى هذا الملف ومن ثم بالضغط على موافق رح يفتح معك المستند الجديد تلقائيا رح اغلقه ومن ثم نذهب الى سطح المكتب منلاحظ انه طلع معنا هون رح ارجع للمستند وبدون قيام باي تعديل رح اضغط على كنترول ومن ثم القناة عربتك لاحظوا معي ظهر المستند الجديد اللي حكيت لكم عنه هاي اسمه بهذا الشكل الان رح قم باغلاقه ومن ثم نذهب الى الخيار الاخير الموجود في ميزة الارتباط التشعب عنوان البريد الالكتروني فرضا انت عم تعمل بحثك الشخصي وضمن هذا البحث احتجت انك توضع ايميل لشركة ما او مثلا ايميل للمدرس في حال انت عم تكتب محاضرة بكل بساطة من خيار الارتباط بتختار عنوان البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني انت بتقوم بوضع البريد الخاص بالشخص اللي بدك ياه الخاص فيني بهذا الشكل ومن ثم اوضع الموضوع مرحبا بك بهذا الشكل وبالضغط على زر موافق الان اي شخص رح يضغط على هذا الكلام رح ينتقل الى تطبيق الايميل الموجود عنده على جهاز الحاسوب او تطبيق الجيميل الموجود عندك على جهاز الجوان رح بهذا الشكل رح اضغط على هذا الكلام فمطل ما نكون شايفين فتح عندي تطبيق الايميل على جهاز الحاسوب وبكل بساطة انتقلنا مباشرة إلى إنشاء مسود جديد من إيميل الحالي إلى الإيميل الجديد بموضوع مرحبا بك فيك أنت تقوم بإضافة المزيد من الكلام مثلا كيف حالك بهذا الشكل وتضغط على زر سن ليتم إرسال هذا الكلام بهذا الشكل هاي هي جميع خيارات الارتباط التشعب في برنامج مايكروسوفت وورد وإلى اللقاء